السلام عليكم كنتم تكونوا كاملين بخير وعلى خير مرحبا بكم في قناتي وصفات صافية مع فيديو جديد ووصفة جديدة اليوم ان شاء الله هنشارك معكم وملاحات الفرن اللي كيجيو اغزالين بزاف والدادين وكيجيو مورقين كما كيبانو لكم في الفيديو كيجيو محلولين زمارة زوينين بزاف نبقوا معايا تشوفوا الطريقة والمقادر السلام عليكم البنات بالنسبة للحشوة دي المو ملاحات اللي وريتكم في الاول غادي نحتاج بصلة مقطعة فلفلاء خضراء وفلفلاء حمراء مقطعين بالنسبة لي ما عندهمش فلفلاء حمراء يستغروا عليها ميجيرو ايش يجيرو غير الخضراء حبات الجازار محكوكا والملفوف او ليشو مقطعين قطاعات رقاقين بالنسبة ليحتوار اختياري يعني الى ما عندكمش ما ديروش وإلى عندكم راكي يجي زوين بزاف وغادي نحتاج شوية الملحة وشوية الابزار وحك ديال بطن وزيتون مقطع بالنسبة للحشوة كاملة اختيارية يعني اي حاجة انتم عندكم فضل تقدروا تجيروها فيها غير بالنسبة للنوع ديال المو ملاحات كتكون الحشوة زيدة على العاجين ديالنا يلا ومعايا دبا باش نبدأ نطيف الحشوة ديالي اول حاجة غادي نشد البصلة هي والفلفلة غادي نزيد عليهم الزيت النباتية والملحة والبزار ومن بعد غادي نجيروهم إبطو غير شوية ونزيد عليهم باقي المكونات هذه هي البصلة هي والفلفلة غادي نحضر لهم خلطهم كاملين وسأرجع لكم ثم نضيف الطون وزيتون مقطع سوف نضيف الطون وزيتون مقطع ونضيف الطون يمكنك تضيع طون وزيتون مقطع ثم سوف نطفع على الحشوة سوف نجد العجينة هذه المرة العجينة لا تخمر ولا ترتاح دغياكة توجد نعجنها و نعمرها و ندخلها للفرن سهلين دغياكة يوجدون نقصوا حتى الاخر لحظة و نوجدهم لا يعدبون موالو و يجو كثير من رائعين نرى دغياكة طيب لا تغفلوا عليهم و نضيف العقلي بل زيتنا ثم نضيف العجينة بالنسبة للفرنة لدي نصف كاس مصدر خميرة العجن نخلطهم جيدا احتدوا بالخميرة وسط الماء هنا ثلاثة كيسان تقيق الأبيض نزيد ملحة سكار سكار ثم نضيف قطرات الخل بالنسبة للخل غير اختياري لا يجعل العجنة تكون الشيشة بالنسبة للعجنة كما قلت لكم لا ترتاح الماء ثم نضيف الماء الخميرة ثم نضيف اضيف ثم نضيف ثم نضيف اضيف ضيف ثم نضيف نضيف اضيف نضيف ثم نضيف ثم نضيف تكون نضيف اقل 5 دقائق اذا أردت مرة سنضيف سوف نقوم باستخدام نقوم باستخدام ثم نقوم باستخدام نضيف حرارة المطبخ نضيف زيت النباتية نضيف العمل ثم نضيف نضيف حرارة المطابع نضيف العمل المطبخ ثم نضيف نضيف وخط قطع معاكم راه ماشي مشكل حيث غاجي نتنيوها ومن بعد غاجي ندهنوها بزفدة نضيفها على جنب الاول ونضيفها بزفدة نضيفها الثاني ومن بعد غاجي نجمعها ونضيفها على جانب بنسي من الثانية نضيفها على نفس الطريقة عن طريقة أولا سمومون الونة تطورت自بدة نقرأ الزبدة سوف نبسطها جيدا سوف نكملها و أعود لكم سوف نقسمها على الجج سوف نقسم الحشوة الوسط بحالة طريقة سوف نقسم الحشوة الوسط سوف نقسم الحشوة الوسط سوف نقسم الشهر سوف نقسم الحشوة الوسط نقسم الحشوة الوسط سوف نقسم الحشوة الوسط كما قلت لكم يكون واحد يحدى واحد فوق واحد ولكن تقطيع بها نغطيها بالعجينة ليس مشكلة ونضر نفس الطريقة الثالثة ثانية ونضرهم فلاطة فلاطة الفران اخرجت لي بعض الحشوة ولكن ليس مشكلة ومن بعد سنأخذ بيضة ونضهنهم بها سنضهنهم جيدا لديكم البنات من بعد ما دهنتم كاملين سنبدأ نفلح فيهم غير شوية ربحان مراكا لديكم البنات من بعد ما دهنتم مثال سوف ندخل الفران وان شاء الله سوف يرجع لكم مع الشكل النهائي بقوا معي هاو مالبنات من بعد ما خرجتهم الفران شوفو كي يجو وكي يجو زوينين بزاف ومورقين هنتم نقطع لكم واحدة باش تشوفوها هنتم شوفو كي يجو مورقين وشوفو الحشوات هاو البنات شكل النهائي دي المو ملاحات اللي فعلا جو زوينين بزاف ولدادين غير جربوهم فهم ما غاديش تنمو أورطو عليا وكنتمنى الفيديو إنا لإعجابكم وإلى أعجبكم الفيديو ما تنسوش تديرو جيم وتديرو شي كومنت أغزوين إلى الفيديو القادم إن شاء الله ورمضان مبارك كريم موسيقى 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 موسيقى